لأن الحاجة أم الاختراع فقد دفعت سنوات الانتظار للنازحين السوريين في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية دفعتهم لبناء منازل لهم مستخدمين رمال الصحراء وذلك لتخفيف المعاناة التي يعيشونها في ظل موجات حر الصيف وصقيع الشتاء مرسلنا حي الأحمد عبد الحي الأحمد زار المخيمة وأعد لنا التقرير التالي لا يحاول هؤلاء الرجال استصلاح الأرض وزراعتها فهي كما تبدو صحراء قاحلة جرداء لا حياة في ترابها إلا أن تحويلها إلى قوالب من طين وعمارها عندما تجفوا بات عملا يوميا لقاسم ورفقه يقتاتون من خلاله بعيد نزوحهم إلى الحدود السورية الأردنية بحثا عن الأمان المفقود في بلداتهم المنكوبة والله تصنيعها أمر بداية من مي وطين نجيب مي من ميات الخبرات من ميات السيول ونفلح أفلاحها ونحفر حفر أو شيء نحط عليه مي ونجبله على بعضه ونجيب ونحطه بالقالب ونعمله مثل البلوك إنه مخيم الركبان الذي تحول خلال سنوات معدودة إلى مدينة من الرمال بات يقطنها ما يناهز مئة ألف نسمة لتصبح وجهة يفر إليها الجميع حيث لا شيء يدرأ شمس الصحراء الحارقة عنهم ويتقي أتربتها وعواصفها سوى هذه البيوت التي صنعت من المواد المتوفرة لديهم هربنا من القصف من الطيران ولجعنا لها المنطقة لكي لقناها منطقة آمنة وبننا بيوت الطين وسكننا بها تتعاوين من البرد والحر وعلى الرغم من ذلك ليس الجميع بقادرين على إنشاء مساكنهم الطينية نظرا للفقر المدقع الذي يعانيه سكان هذا المخيم فالبعض ليس لديه القدرة حتى على استئجار خيمة مهترئة فبناء منزل واحد قد تزيد تكلفته على خمسمائة دولار بدنا الشيء يوعدنا ويوقتنا ويقعدنا بالدول ما بدنا هيك اللي خيم عمضتين من علينا والله يكون بالعون بدنا عاد مساعدات بدنا أكل بدنا شرب بدنا الشيء يكسينا ويحزيني يقاتل الجيش الحر وكذلك جيش النظام والتحالف الدولي على بعد كيلومترات من المكان إنها البادية السورية والحرب على تنظيم داعش في آخر معاقله حيث تتسابق الجيوش لاجتزاء أكبر قدر ممكن من مناطق النفوذ فيما ينتظر السكان هنا انتهاء هذه المعارك ليعودوا من جديد بهذا التراب وقليل من الماء حول السوريون صحراء بلادهم إلى بيوت من طين علها تعينهم على مرارة الانتظار عبد الحي الأحمد لأخبار الآن من مخيم الركبان ريف حمص الشرقي